خلينا هديين ونشوف على سبيل المثال دلوقتي جلسة مجلس الأمن اللي بدأ انعقادها بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية هتؤدي إلى فين وخلينا كمان منتظرين الاجتماع اللي هيتم في جامعة الدول العربية واللي دعت إليه مصر بطبيعة الحال برضو هيخرج بمجموعة من القرارات أو التوصيات المتعلقة تحديدا بتعاملتنا مع هذه الأزمة فأنا مش عايزك تستعجل يعني لو صح التعبير وفي نفس الوقت لا يجب أن يصيبك الهلع فيه تطور طبعا تاني نانسيت بس أقوله لك في الأزمة الأوكرانية هو أنه تم غلق المجال الجوي أمام الطيران الروسي أو روسيا هي اللي خدت هذا القرار تحديدا بسأن جمهورية الشيك وبولندا وبولغاريا بس كده هتيجي تقولي هي المسألة سهلة للدرجات يقولك هي مش سهلة على الإطلاق لكن المسألة برضو لا تنزل بحرب عالمية تالتة خلينا فاكرين الكلمتين دول وقتا زي ما بقولك الآن مجلس الأمن يعقد جلساته بشأن أوكرانيا خلونا نحاول قدر الإمكاني ممكن على موضوع الحلقة إذا كان فيه أمور مهمة أو جللة هتلاقونا أكيد بنعلنها على حضراتكم اشتركوا في القناة